موسيقى رئيس مجلس القيادة يهني بعيدة الجمهورية التونسية اللواء الزبيدي معركتنا مع الإرهاب مصيرية ولا تراجع عنها اللواء بن بريك يستقبل المستشار الأمني في الأمم المتحدة ويطلع على الخطط المستقبلية لعمل مكاتب الهيئات المساعدة وفريق الحوار الجنوبي السلطة المحلية بحضر موت تتسلم رسميا عددا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البري محافظ حضر موت ووزير الإعلام ينفذان جولة مسائية في شواطئ المكلة ويطلعان على نشاط المؤسسات الإعلامية ومتحف المكلة ومعرض الصور طابت وقاتكم عزيزي المشاهدين من استوديوهاتنا في قناة عاد أقدموا إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من عنوينها إلى تفاصيلها معه فالدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيدة رئيس الجمهورية التونسية وذلك بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية في بلده الشقيقة وعرب الرئيس العليمي عن خالص تهنئه وأصدقها للرئيس التونسي وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والحكومة وشعب تونس الشقيقة كل التقدم والازدهار مشيدا في برقيته بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والموقف في تونس الثابث إلى جانب الشعب اليمني وشريعته الدستورية وتطلعته إلى إنهاء الانقلاب والاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية أكد رئيس المجلس الانتقال الجنوب عيدروس قاسم الزبيدي على الدور المهم للهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة في متابعة ومراقبة مستوى تنفيذ خطط هيئات المجلس ووضع مواجهات العمل والخطط الاستراتيجية العامة وأشار اللواء الزبيدي خلال ترؤسه الأربعاء اجتماعا لرؤساء الهيئات المساعدة بمقر المجلس في العاصمة عدن إلى أن عمل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يرتكز عملها بشكل رئيسي على عمل الهيئات المساعدة بما تطلع به من مهام ومسؤوليات كبيرة ودورها الإشراف ووقعها كحلقة وصل بين هيئة الرئاسة والهيئات المركزية واللجان والمركز والقطاعات المتخصصة التابعة للمجلس شدد رئيس المجلس الانتقالي في ختام الاجتماع على أهمية الفهم العميق لمهام واختصاصات كل هيئة والهيئات واللجان الممثلة فيها أقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اللي وعد روس قاسم الزبيدي الأربعاء اجتماعا بالقادة العسكريين والأمنيين بمحافظة أبيان واستهل القائد الزبيدي الاجتماع الذي ضم اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد محسن الوالي قائد قوات الحزام الأمني واللواء فضل باعشا قائد القوات الخاصة عدن لحج أبيان الضالع بالترحم على الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة أبيان ومحافظة الجنوب كافة وأثناء هذا الجهود التي بذلت من جميع القادة والأفراد المشاركين في عملية سهام الشرق لتطهير محافظة أبيان من التنظيمات الإرهابية مؤكدا أن ما حققته والعملية من انتصارات عظيمة هو ثمر التكاتف جهود الجميع دون استثناء جدد الرئيس والقائد والتأكيد على أن المعركة مع الإرهاب مصرية ومستمرة ولا تراجع عنها حتى استئصال شافة هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا الجنوبي الوسطي المسالم ووقف الاجتماع أمام آخر تطورات الأمنية والعسكرية في محافظة أبيان ومؤهدته والوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة في إطار مهمتها ضمن المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق شدد الرئيس والقائد في ختام الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز العمل الاستخباراتي ورفع مستوى التنسيق بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية وتفعيل العمل السياسي والتوعوي بين أوساط المجتمع للحفاظ على ما تحقق من مكاسب عسكرية وأمنية استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء سيد عمر النشارتي المستشار الأمني في الأمم المتحدة وفي اللقاء أشهد اللواء بن بريك بالدور الإغاثي والإنساني للأمم المتحدة في الجنوب وعربا عن أسفه لحدثة الإغتيال الجبانة التي سدفت المسؤول الأممي لبرنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في منطقة التربة بمحافظته تعز من قبل عناصر إرهابية مسلحة خدا وتطرق اللواء بن بريك إلى دور المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيا على الصعيد الإقليمي والدولي وذلك لتطبيع الحياة في الجنوب بما تقضيه المصلحة العامة للشعب دون المساس بالمبادئ والأهداف السامية التي ضحى من أجلها شعبنا طوال السنوات الماضية للوصول إلى الهدف المنشود في استعادة دولة الجنوب وما يخدم بناء العلاقات المشاركة بين الجنوب والمجتمع الدولي من جانبه شكر سيد عمر النشارتي اللواء بن بريك على حسن الضيافة والاستقبال والتوضيحات العامة والمهمة التي قدمها مقدرين حجم التحديات التي تمر بها البلاد والتضحيات الجسامة التي يقدمها الشعب من أجل نيل الحرية والاستقلال مشيرا إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق تطلعات شعبه وأكدا على أن دور منظمات الأمم المتحدة هو دور إنساني إغاثي محايد لا علاقة له بالجانب السياسي والأطراف المتصارعة فيه وفي ختام اللقاء كدأ اللواء بن بريك على المزيد من التنسيق الأمني بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومكتب الأمم المتحدة قام اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء بزيارة تفقدية إلى ديوان المجلس الانتقالي الجنوبي ومكاتب الهيئات المساعدة بما فيها مكتب الحوار الجنوبي حيث كان في استقباله رؤساء الهيئات وعضاء فريق الحوار وطاف اللواء بن بريك بالمبنى وطلع خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لعمل مكاتب الهيئات المساعدة ودورها في تحسين وتطوير أداء عمل المجلس الانتقالي الجنوبي خلال المرحلة القادمة وأبدأ نائب رئيس المجلس الانتقالي أعجابه بالخطط التي أعدت مسبقا من قبل رؤساء الهيئات المساعدة التي يناط لها مهام دسيمة خلال المرحلة القادمة من خلال الإشراف وتنفيذ مهام وخطط الوزارات والأجهزة المقابلة لها في المحافظات الجنوبية كما وجه بضرورة المتابعة للدوائر والهيئات المقابلة لها في المجلس الانتقالي والمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة إن ميليشيا الحوث الإرهابية تستغل الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية محذرا من خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات واستثمارها لمعاناة اليمنيين شدد اللواء العرادة خلال لقائه السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفون فاجون على ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم من قبل المجتمع الدولي تجاه تعامل تنميليشيات الحوثية الإرهابية وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية بالإضافة إلى مواصلة الأعمال العسكرية والتحشيد وتجنيد الأطفال ومصادرة الرواتب وحصار المدن وإغلاق الطرق والتنكيل بالمواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة ولفت العرادة إلى أهمية الدور الأمريكي في حجد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين من جهته أكد السفر الأمريكي حرص بلاده على استقرار ودعم اليمن والالتزام بتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان العرادة بالعاصمة السعودية الرياض القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر وكذا اللواء العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوث الإرهابية والتزامه بخيار السلام العادل وفقا للمرجاعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا مثمن أن مواقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ودعمها المتواصل لجهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستمرار تدخلاتها الإنسانية والتنموية ومصندة مساعي استعادة مؤسسات الدولة من جانبه يكد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية التقى نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه خلال اللقاء نوها اللواء العرادة إلى الدور الكبير المعول على الهيئة في إسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل توحيد كل الطاقات والتوجهات باتجاه انتصار الشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوث الإرهابية واستمع العرادة من رئيس الهيئة ونوابه إلى شرح حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية ونتائج لقاءتها بالثفراء عددا من الدول الشقيقة والصديقة مشيدا على بذل المزيد من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بإنشاء الهيئة ويعمل على تعزيز الثقة بين كافة المكونات الوطنية التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي جابرييل فينالس استعدت رئيسة هيئة التشاور والمصالحة مع سفير الاتحاد الأوروبي جهود الهيئة في توحيد وتقارب قوة ومكونات الشرعية ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والدفع باستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة كما ناقشت رئاسة الهيئة مسجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادنا شدد على أهمية إيجاد حلول عاجلة وحقيقية للأزمة الاقتصادية وأهمية دعم المجتمع الدولي والإقليمي لتجاوز الظروف الصعبة شددت رئاسة الهيئة موقف الشرعية الداعم للسلام وأشارت إلى خطورة استمرار تعنت مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري ورفضها لفرص السلام شددت رئاسة الهيئة على أهمية وجود موقف حازم من قبل الفاعلين الدوليين أمام ذلك أعلنت الأمم المتحدة بدأ عملية ناقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام ناقلة الخزان العائم صافر قبالة ساحل البحر الأحمر إلى الناقلة البديلة توتيكا وذلك لمنع تسريب النفط وحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبيرة وأقدت الأمم المتحدة في بيان أن صادر عنها أنه يتم ضخ النفط الموجود على متن الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة ومتوقع أن تستغرق العملية 19 يوما لذلك بعد وصول السفينة البديلة إلى الموقع في 30 من مايو قال الأمين والعام للأمم المتحدة أن توكيو أن الأمم المتحدة تحملت المخاطر بإجراء هذه العملية البالغة الدقة وأننا ننقل النفط من سفينة إلى أخرى هو الخطوة الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائلة معربا عن شكره للعديد من البلدان والجهات المانحة المؤسسية والخيرية وكذلك المواطنين العاديين على تعهدهم بتقديم الأموال لهذا الجزء الحاسم من العملية آربت اليمن عن خالص تعزها وصادق مواساتها للحكومة والشعب الجزائري الشقيق وذوية الضحايا في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن عشرات الضحايا والإصابات أكلت وزارة الخارجية في بيان لها تعاطف تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين شارك وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في حفل افتتاح المعرض السادس عشر للصناعات الدفاعية التركية في مدينة اسطنبول وعقب الحفل طاف الفريق الجاعري ومعه سفير اليمن لدى تركيا محمد صالح طريقة والملحق العسكري في السفارة اللواء عسكر زعيل مطلعا على عدد من الآليات والمنتجات الدفاعية المتنوعة ومستمعا إلى شرح مفصل من المختصين عن الصناعات الدفاعية المعروضة ودورها في حضر موت تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حضر موت عددنا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البري المنفذ الجديد في السياق إجراءات المتابعة للإجراف الكامل للسلطة المحلية على الميناء واستمع محافظ حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة من وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريحة رئيس اللجنة الخاصة بتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري إلى سير إجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديدة مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس لتحسين الحركة والإنسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع إلى جانب تنظيم الجوانب المالية والإدارية هذا وكان الوكيل باصريح ومرافقيه قاموا بزيارة لميناء الوديعة الثلاثاء اطلعوا خلالها على أوضاع الميناء وتسلموا عددا من المرافق الإدارية والأمنية وتم إقرار آلية تزمين عملية الاستلام والتسليم لهذه المنشآت والمباني حيث تسلمت اللجنة مبنى إدارة الميناء الجديد مع مباني وحدة الركاب وملحقاتها ومبنى سكن أفراد الأمن ومبنى الجوازات البوابة الشمالية مع غرفة الحراسة وموقع تفتيش البضائع وملحقاتها وصول ومغادرة وهنجر المخازن ومبنى الثلاجة المركزية المغادرة والوصول ومبنى مكاتب المواصفات والحجر النباتي ومبنى البوابة الجنوبية وصول ومغادرة وغرفة الحراسة الأمنية للبوابة الجنوبية وصول ومغادرة وموقع الحراسة الأمنية في أركان سور الميناء ومرافق أخرى ولمقى في حضر موت أيضا حيث قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر مطهر الأرياني ومحافظ حضر موت مبقوط مبارك بن ماضي بجولة مسائية بسواحل مدينة المكلة مطلعين على المواقع التي شهدت إقامة فعاليات مهرجان البلدة السياحي وأشهد الوزير بالأجواء الجميلة التي تشهدها مدينة المكلة هذه الأيام بسبب نجم البلدة مثنيا على أجواء الأمن التي تجعل من المكلة وحضر موت النموذج الأجمل الذي يفخر به الوطن وأكد الوزير الأرياني أن وزارته ستعلن قريبا عن تشكيل لجنة للتحضير المبكر لمهرجان البلدة للعام القادم للاستفادة من الأجواء السياحية بمدينة المكلة والمساهمة في تطوير المهرجان لجعله تظاهر سياحية عربية وإشراك جميع الأطر الفنية والإبداعية لتشمل مديريات المحافظة الساحلية وفي حضر موت أيضا اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبهوت مبارك بن ماضي ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني على سير المخيم الطب تطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغتة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مستشفى البرج الاستشاري بالمكلة وطفى المحافظ والوزير بأجنحة وغرف المستشفى مطلعين على عملية المعاينة التي تتجاوزت الأربعمائة مريضة وإجراء العمليات التي تجاوزت ثمانين عملية في تجميل الحروق والتشوهات ويشرف على المخيم الذي يقام خلال الفترة من الثاني والعشرين من يوليو إلى الثامن والعشرين من يوليو فريق استشاري من المملكة العربية السعودية الشقيقة في تخصصات جراحة الطب والتجميل كرم محافظ حضر موت موخوط مبارك بن ماضي ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر مطهر الأرياني الفريق الثقافي بالنادي الأهلي بغيب وزير بكأس بطولة حضر موت الثقافية الخامسة للأندية الرياضية لسنة 2023 وكأس الوصيفة لوصيف البطولة الفريق الثقافي بنادي نخبة حضر موت ودروع للمشاركين في البطولة كما جرى في الحفل الذي أقيم اليوم بالمكلة تكريم الشخصية السياسية والرياضية والاجتماعية الأستاذ عوض عبدالله حاتم بدرع الوفاء والعرفان وشهد الحفل الختامي للبطولة التي شارك فيها 16 ناديا وأقيمت برعاية محافظ حضر موت وإشراف مطبي وزارة الشباب والرياضة بساحل ووادي حضر موت ونظمتها اللجناء الرئيسية لكأس حضر موت الثقافية بالتزامن مع مهرجان البلدة السياحي لسنة 2023 اطلع محافظ حضر موت الأستاذ موخوت مبارك بن ماضي ووزير الإعلام والثقافة والثياحة معمر الأرياني على سير النشاط الإعلامي بإذاعة المكلة التي تأسست في العام 1967 وتلفزيون حضر موت الحكومي ومؤسسة تأبى كثير للصحافة والطباعة والنشر وقناة حضر موت الفضائية وطفى المحافظ والوزير بإدارة وأقسام هذه المؤسسات الإعلامية مستمعين من قيادتها إلى مستوى الأداء والاحتياجات والنشاط الإعلامي المواكب لحركة التنمية واحتياجات المجتمع وأشاد المحافظ والوزير بالرسالة الإعلامية والتوعوية المهمة التي تلعبها المؤسسات الإعلامية في حضر موت ومواكبتها لمختلف الفعاليات في المجتمع وأخرها مهرجان البلد السياحي لسنة 2023 مؤكدين أنها أحد أسباب نجاح المعرجان وزار المحافظ والوزير متحف المكلة مطلعين على مقتنياته الأثرية النادرة كما زار المعرض الدائم للصور بالمكلة متعرفين على محتوياته من الصور التي تعكس النشاطات الاستثمارية والاقتصادية والأثرية ونشاطات السلطة المحلية وتوثيق للأدوار البطولية للنخبة الحضرمية والأجهزة الأمية قام محافظ حضرموت مبخوط مبارك بن ماضي ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر مطهر الأرياني بزيارة تفقدية لعدد من مبدعي وكوادر حضرموت في مجالات الفني والشعر والإعلام والمسرح حيث قام الوزير والمحافظ بزيارة لمنزل المطرب القدير مفتاح سبيت كندارا والشاعر التربوي القدير غالب عوضب عكابة صاحب كلمات الرائعة الخلدة أقبل العيد حبيبي التي تغنى بها المبدع الراحل كرامة مرسال كما زر الإعلامي المعروف المذيع والمسرحي المبدع كمال سالم الحامد وكرم الوزير الأرياني والمحافظ بن ماضي كوادر حضرموت نظر عطاءاتهم في المجالات الإبداعية وإسهامهم في الرقي والشعر والإعلام والمسرحة نقلنا لهم تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة والحكومة مثمنين جهودهم ومشوار عطائهم في خدمة الوطن بتجرد وإخلاص ونكران للذات اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي من المدير العام لمديرية غيل بن يومين سعيد عبود بن مطرف المعاري على أوضاع مديرية غيل بن يومين واحتياجاتها من المشاريع الخدمية تطرق اللقاء إلى مشاريع الطرق وسفلتة الشوارع الداخلية ومنها تعثر تنفيذ مشروع طريق الهجلة غيل بن يومين بالإضافة إلى معاناة المواطنين في المديرية من ثوء خدمات شبكة الاتصالات وحث وكيل أول حضرموت الجهات التنفيذية المقتصة على إلاء مديرية غيل بن يومين المزيد من الاهتمام واستكمال مشروعاتها المتعثرة وتوفير الاحتياجات الخدمية الأساسية التي تخدم المواطنين تربويا قام مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضرموت أمين بعباد بزيارة تفقدية لمبنى ثانوية بن شهاب الكائن بمنطقة جول شفاء بالمكلة وخلال جولته داخل مبنى الثانوية أكد المدير بعباد بأن أهمية المبنى ومكانته التاريخية يحتم علينا وضع حل للكثير من المشاكل التي كان يعاني منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها مشكلة الصرف الصحي للمنطقة المحاذية للثانوية والذي أدى لتسرب ميائه إلى داخل حوش الثانوية بشكل متكرر خلال السنوات الماضية دون وضع حل لمشكلة هذا التسرب وما يمثله من خطر على صحة طلاب الثانوية موضحا بأنه قد تم التنسيق لغرض التعاون مع فرع المؤسسة العامة للمياهي والصرف الصحي بساحة لحضر موت ومكتب الأشغال العامة والطرق والاتفاق على وضع حل جدري لهذه المشكلة بما يضمن عدم حدوثها مستقبلا مشيرا إلى أن أعمال الصيانة جارية منذ أسبوع لغرض إيقاف طفح مياه المجاري بما يضمن الانتهاء منها قبل انطلاق العام الدراسي القادم ووجه المدير بعباد خلال جولته المتخصصين في شعبة المشاريع بالمكتب بالإسراع في حصر وصيانة مبنى الثانوية جراء الإهمال الذي لحق مؤخرا بالمبنى مؤكدا بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الشروع في عملية تأهيل المبنى من جديد بما يتناسب مع ما كانت هذا الصرح التربوي والتعليمي ناقش الأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضر موت استعدادات إدارتية التربية والتعليم بمديريتين الشحر وغيل بوزير لاستقبال العام الدراسي الجديد للعام 2023-2024 وفي الاجتماع الذي ضم الأستاذين سقاف محمد الهدار وعبدالعزيز عمر عشموش مديري الإدارتين في الشحر وغيل بوزير أشار المدير والعام بعباد إلى أن هذه اللقاءات المحورية التي تأتي في إطار خطة قيادة المكتب للوقوف على الجاهزية التامة لبدء العام الدراسي وفقا والتقويم الوزاري في المهرة أحالت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة 16 متهما بينهم إيرانيين على دمة قضايا حياثة مواد مخدرة لغرض الإتجار والترويج إلى النياب الجزائي المتخصص في حضر موت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة النقيب عارف عسكري إن الإيرانيين متهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن نحو ثلاثة أطنان من الحشيش المخدر و147 كيلو من مدة الشبو إضافة إلى متهمين أخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة المخدرات بغرض ترويجها مشيرا إلى أن هذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها لجزائية حضر موت في شبوى أقرى مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة شبوى في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري تشكيل لجنة للعمل على تطبيق اللائحة المالية الجديدة الصادرة من مجلس الوزارة والقاضية بضرورة تعزيز موارد الصندوق حدد القرار آلية عمل اللجنة والصلاحيات المخولة لها لمعالجة الإختلالات في الموارد المالية لصندوق ويعادة ضخ قنواتها الإرادية المحددة باللائحة سجهد طفل في العاشرة من عمره بقصف من طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية على تجمعات سكنية جنوب الحديدة ذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة لميليشيا الحوث الإرهابية قصفت تجمعات سكانية في منطقة دوباس شمالي غرب حيس ما أسر عن استشهاد طفل وإصابة مواطن برصاص قناصة لميليشيا الحوث الإرهابية في ريف حيس في الشحر ودعت مدينة الشحر البعثة الرياضية لأكاديمية الشرارة الرياضية في حفل رسمي بحضور قيادات السلطة المحلية بالمديرية استعدادا للمشاركة في بطولة الملتقى الدولي للأكاديميات في جمهورية مصر العربية وكان في توديع بعثة الأكاديمية الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر والأستاذ عبد باخلة مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية الشحر وكذا الأستاذ وليد فلهوم مدير الخطوط الجوية اليمنية فرع المكلة وأكدوا فخرهم الكبير لهذه الفئة الشابة المشاركة لأول مرة في مديرية الشحر والتي تمثل محافظة حضر موت ساحلا وواديا أكدت السلطة المحلية خلال الحفل اهتمامها البالغ في دعم الشباب الموهوبة في المجال الرياضي وتقضي البعثة معسكرها في مدينة سيئون لمدة يومين لتتوجه بعدها للمشاركة في البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة يسعدنا ويشرفنا تواجدنا في مدينة الشحر هذه المدينة الجميلة الرائعة ووجودنا هنا إنما هي مشاركة فرحة أخواننا وأبناءنا الشباب الصاعد في أكاديمية الشرارة نادي سمعون الرياضي طبعاً نحن كفطوط جوية يمنية قمنا بالوقوف إلى جانب هؤلاء الشباب الذين هم يصنعون المستقبل طبعاً قبل اللحظات انطلقت بحجة أكاديمية فرق الشرارة إلى سيئون ومن ثم إلى جمهورية مصر في المشاركة في البطولة الدولية التي تنظمها شركة فلاهو لأن الفقر نحن في الليلة الشارية الفريق الشرارة والأكاديمية أن نشارك في البطولة الدولية التي تنظمها في مصر وفي ختام النشر عزائي المشاهدين إليكم تذكيراً بأهم ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة يهني بعيدة جمهورية التونسية اللواء الزبيدي معركتنا مع الإرهاب مصرية ولا تراجع عنها اللواء بن بريك يستقبل المستشار الأمني في الأمم المتحدة ويطلع على الخطط المستقبلية لعمل مكاتب الهيئات المساعدة وفريق الحوار الجنوبي السلطة المحلية بحضر موت تتسلم رسمياً عدداً من المرافق الحيوية بميناء الوديع البري محافظ حضر موت ووزير الإعلام ينفذان جولة مسائية في شواطئ المكلة ويطلعان على نشاط المؤسسات الإعلامية ومتحف المكلة ومعرض الصور قدمنا إلى حضراتكم عزيزي المشاهدين هذه النشرة الإخبارية المفصلة من استوديوهاتنا في قناة عاد للمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعنا الرسمي على الويد شكراً لطيب المتابعة أطيب المنام إلى اللقاء تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكراً للمشاهدة شكرا